كما أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لتقليل منبعثات الغازات الدفينة وأشار وزير الخارجية إلى أن تقرير المتعلق بالتكيف مع تغير المناخ تحدث عن أن فجوة التكيف تتزايد وأن تغير المناخ يواجه الكثير من الصعوبات كما يؤدي إلى خسائر جسيمة وغير قابلة للتغيير كما أن فجوة التمويل متزايدة يجب أن نتخذ خطوات تحولية لكي نقلل من انبعثات الغازات الدفينة التقرير المتعلق كذلك بالتكيف مع تغير المناخ تحدث عن أن فجوة التكيف تتزايد وأن تغير المناخ يواجه الكثير من الصعوبات الآن ويؤدي إلى خسائر جسيمة وغير قابلة للتغيير وكذلك التمويل وفجوة التمويل متزايدة وهمية التعامل معك أصبحت كبيرة للغاية ونحن في نفس الوقت نتعامل مع وضع جغرافي سياسي يؤثر على الطاقة أسعار الغذاء وهذا يأتي في وقت بعد التعافي من جائحة كوفيد-19 لمدة عامين وتبعتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر